لأن يعني خليني أحكي لكم إيه اللي حصل بالضبط ولكن هقول لكم الهيدلاين بتاع الخبر هو سودانيين بيروجوا لعمليات الختان في مصر حياء إن الهيدلاين هو كارثي بس خليني أحكي لكم إيه اللي حصل اللي حصل إن كان فيه بيج على سوشيل ميديا باسم دكتور اسمه الدكتور صادق إسماعيل الدكتور ده دكتور سوداني وعايش في مصر وعمل بيج على سوشيل ميديا وبعد كده نزل فيديو بيتكلم فيه عن أهمية الختان بالنسبة للبنات الصغيرة وبيتكلم فيه عن الفوائد بتاعته مش الناس اتفاجأت بالفيديو ده والناس كلها في الكومنس كانت مستغربة جدا إن إزاي حد أول حاجة مش مصري حد سوداني وعايش في مصر وبيروج للفكرة دي اللي قوانين المصرية أصلا بتعترض عليها وبتمنعها خليني أقول لكم إن بعد ما عمل الفيديو ده الفيديو ونت سوبر فيرل والناس فعلا بيت بتكلموا وبيتفقوا معاه إن هو يروح لهم البيت ويعمل لهم العملية دي مش قادرة أصدق؟ مقابل 3000 جنيه ينهر أبيض ترث يعني المبلغ مش مش كبير خالص فناس كثير قوي اتشجعت للأسف إن هي تعمل العملية دي لولدها أو لبنتها وبالفعل فعلا فيه أم كلمته واتفقت معاه إن هي إن الدكتور يجي البيت عندها ويعمل العملية دي لبنتها خليني أقول لكم برضو إن البعد ما الفيديو وان سوبر فيرل وناس كتير في الكومنس كانت بتتكلم وبيقولوا إزاي الدكتور ده متساب كده إزاي الفيديو عمال يجو فيرل وناس عمالها بتتفق مع الدكتور إن هو يروح لهم وإن هو يعمل لهم العملية دي خليني أقول لكم برضو إن المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور حسام عبدالغفار قال إن الوزارة اتقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الوقع وإن هم مستنيين يشوفوا إيه اللي هيحصل ولكن الجديد بالذكر إن عملية الخيتان في مصر هي ممنوعة بالقوانين المصرية فإحيانا الوقع دي وقع صادمة لإن من فترة برضو إحنا عميين بنتكلم عن إن العملية دي مضرة جدا للبنات العملية دي مضرة وخطر جدا خطر جدا كمية البنات اللي للأسف بيتوفوا بسبب نزيف مثلا بسبب خطر جدا مش بس كده هو كمان الحالة النفسية اللي البنت بتكون فيها بعد ما بتعمل العملية دي يعني بتتدمر فالترويج في حد ذاته العملية زي دي في مصر من حد مش مصري وعايش في مصر ومفروض إن هو بيقال عليه إن هو دكتور فلا دي عدم تستفهام كبيرة جدا وبالفعل الحكومة اتدخلت واتقدمه للنائب العام ومستنيين بقى نشوف إيه اللي هيحصل بس سؤال كبير برضو دلوقتي بيجري كده ويروح ويجي في دماغي هل الموضوع ده اتعرف دلوقتي وتحط عليه سبوتلايت لمجرد إن هو انتشر على السوشيال ميديا معقولة البلد ما فيهاش ناس بتعمل العمليات دي على طول معقولة ما فيهاش ناس مقتنعوا أصلا أهالي مقتنعين إن العمليات دي أساسيا إن هي تحصل علشان البنت تطلع محترمة تطلع سوية تطلع كذا تطلع كذا طبعا كل ده بيجي برضو من أصل جهل للأسف من أصل قلة علم بالواقع الفعلة ممكن يحصل والأد إيه البنات ممكن إن هم يتعبوا جسديا نفسيا ممكن إن هم يعيوا ممكن يصل لهم مشاكل كبيرة جدا في حياتهم حتى حياتهم الزوجية طول العمر بسبب قرار أهاليهم خدوه هم نسا زوارين الحقيقة أنا حسة إن فيه يعني أولياء أمور كتير جدا أو يعني بيرنت كتير جدا لسه ستل حد لوقتي إحنا في عشرين وعشرين ولسه ما عندهمش العلم بإن العملية دي قد إيه هي مضرة وليها أضرار وحشة جدا على البنات يعني هم لسه ما عندهمش الأوارنس ده فأعتقد هم ممكن يكونوا محتاجين يعني محتاجين إن يكون فيه وعي كامل عن طبعا عن الموضوع ده وإن هو خطرته كل حاجة مع أنه بيحصل على فكرة يعني أنا بشوف أعلانات كتير على التلفزيون مثلا بيشاركوا فيها كمان ممثلات كبار علشان يعني تلفته لانتباهه أكتر للموضوع يبروزه أهميته بشكل أوضح بس برضو يعني مش عارفة بواحد مفتوض يعمل إيه أكتر علشان ينشر التعويق التوعية دي وإن هو يعني إن الناس تاخد بالها وإن الأهالي فعلا يكيد الأهالي خايفة على أولادها فأعتقد ده ممكن يكون يعني سوء علم أو ممكن يكون إلي التوعية بخطورة العملية دي ولكن الناس كتبتسأل يعني هل أنت عامل يعني للدكتور السوداني ده هل أنت عامل المشروع ده عشان تسترزق منه في مصر يعني يعني إحنا عايزين نفهم لأن أصلا القوانين المصرية بتمنع العملية دي فمعنى كده اللي أنت بتعمله ده إليجل أو غير قانوني فهل ما فيش أي حاجة غير العملية دي عشان تسترزق منها؟ سؤال مهم أوي عمتان برضو شاركونا في الكومنس رأيكم إيه في السؤال ده أنا أعتقد أن أكل عيش ممكن يكون أكل عيش فعلا ممكن يكون دي الطريقة اللي شايفها سهلة و 3,000 جنيه ممكن يكونوا يعني متواجدين مع أي حد أو أي حد يقدر يدبرهم دلوقتي بالنسبة لعملية سهلة سريعة أنا بروح في البيوت بعمل العملية دي وبطلع وأخذ فلوسي وخلاص ولكن يعني الحمد لله بصراحة إن فيه سوشيال ميديا دلوقتي إن الناس فعلا بتعترض على أي حاجة ممكن تكون مضرة عليها ضرر كبير قوي للناس أو للبنات فأعتقد دي برضو حاجة كويسة إن حاجة الوحشة فعلا بتجو فيرل والناس بتتساءل الناس بتحاول توقف الموضوع ده وإحنا مستنيين نشوف بعد ما البلاغ يتقدم للنائب العام من وزارة الصحة نشوف إيه اللي هيحصل وهنقول لكو برضو أكيد الأبديتس بتاعت الخبر ده أكيد طبعا كل الأخبار دي هتطلع عندنا على طول فميك شوي تفالو أسا لشان تعرفوا كل التفاصيل دي